بسم الله الرحمن الرحيم هذه حلقة جديدة من سلسلات حل المشكلات الرياضية الجزء الخاص بالتكاملات أو الانتجرال إذا نحل نردها بعض بإذن الله مسألة جديدة في هذه السلسلة وهي المسألة رقم 47 مسألة جميلة جدا لازم ولابد وحتما ويفضل تكون جاي معايا من أول السلسلة عشان أنا بمشي يعني إيه اعتمادا على ما قلته قبل كده بس يعني رغم كده لو حبيت 9 من نص جو أون ربنا معاك النهاردة نحل مسألة تبنلك إنها سهلة وهي فعلا سهلة جدا ولكن نحلها بطريقة مختلفة عن الطريقة التقليدية أول ما كنا بنشوف مسألة زي كده انت راجل مستوىك متقدم يعني أنت مش جاي معايا هنا من الصفر فأول ما كنت بتشوف دي كنت تعمل إيه تقول لي كوزين تربيع ما عندش لها قانون فكنت بفكها بضبل الأنجل ده الحل التقليدي كنت أقول لك كوزين 2x دي بتساوي طالما كوزين وهنبدأ بكوزين يبقى نجدها في الأول 2 كوزين تربيع نص الأنجل اللي هنا اللي هي x فقط ناقص واحد فهتلي بقى كوزين تربيع دي في طرف فهتقول لي ودي الواحد ناحية تانية واسم على 2 يبقى الكوزين تربيع دي بتساوي 1 زائد كوزين 2x على ال2 اللي هي يعني ممكن نحط بره كده نص جميل جدا ده بقى هو اللي هعمله تكامل بدل كوزين تربيع يعني هنرجع أن نحطه فوق في التكامل كوزين تربيع هنحط بقى نص اطلع النص ده برا وواحد زائد كوزين 2x dx بتعرف تكامل اه ده بقى كلام سهل خالص يبقى الناتج بيساوي نص افتحت القوز ده الواحد تكامله ايه x والكوزين تكاملها ايه الكوزين تكاملها سين اوعي تنسى السين تفضلها كوزين يبقى الكوزين تكاملها سين طيب يبقى سين 2x بس هنقسمها على ايه على المعامل بتاع الانجلي اللي جوه يبقى هنقسمها على الاثنين اكني بقول لك لازم عشان تكامل الدلة دي يكون جنبها مشتقط القوز بتاعها ده قوزة هو ده الامبوت بتاعها مشتقطه باثنين حط هنا اثنين عشان تعرف تكامل واضرب في نص ادي النص اهو اه من فكرة ايه هنعوض في الاخر من صفر البي على الاثنين بتعوض ازاي اوعي تنسى النص ينزل منوش ايه علاقة القوزين مرهمش ايه دعوة اعمل بقى قوز للفوق ناقص لما نعود باللي تحت اقفل خليك منظم حطوا البي على اثنين يبقى هنا بي على الاثنين مكان الاكس زائد صين بي على اثنين في اثنين يعني صين بي فقط صين بي لها ايه لها صين 180 فاكر الشكل الصين كانت شكلها عامل كده صح كان هنا عند التسعين كانت بتساوي ايه اعلى ما يمكن واحد طبع عند ال180 كانت بتساوي صفر على الال على الال طيب لما ننترح دا كله من بعد تفضلك بي على الاثنين فقط مع النص اللي برا يضيلك نتج التكامل بي على الاربعة ده نتج التكامل بالطريقة التقليدية خش على الطريقة التانية طريقة سهلة جدا بقى وهو ده اصلا موضوع يعني العشرين فيديو اللي فاته قلنا بنحل بحاجة اسمها الكنج بروبرتي او الخاصية او القاعدة الذهبية لحل التكاملات حتى هنا مستخدمينها اه مش لازم ان تستخدمها في التكاملات الصعبة بس ممكن نستخدمها هنا كمان لتسهيل الحل مش ذا اسمه اي تكامل معين ها ديني ناتج تكامل محدد ديفنت انتجرال هيدي ناتج معين انا ممكن افكر تفكير بسيط قوي ايه اللي هيحصل لو شفتت الاس دي بحيث اقلب الكوزين تبقى صين وبعدين اجمع التكاملين على بعض ايه ده صين سكور زي كوزين سكور بواحد جدع هو ده الفكرة ده اللي هيخلي دماغك تصحصح مع الوقت اتقلت لك انت تكتسب المهارة دي وهتجيب الافكار دي مع الوقت لما تعرف هبنمشي ازاي باختصار فهقول له شلي الاكس دي والبالة دي كده اقول لك يا عم افرضها يا عم بمجهول اقول له شلي الاكس وحطها بتسعين عشان نقل في الزاوية لما نحب نقل في قصدي الدلة لما نحب نخلي الكوزين سين او سين كوزين او التان كوتان او العكس بتخلي ايه تسعين ناقص يا باي على الاثنين ناقص واي مسلا لما الاكس ستبقى باي على الاثنين الوال حد الاعلى ستضع هنا باي على الاثنين مكان الاكس ستطلع لك الواي بزيرو يبقى هذه الحدود الجديدة يبقى التكامل الجديد سيصبح خلي بالك التعويض لا يؤثر في ناتج التكامل قولنا الكلام ده مئة الف مرة انت مجرد بتغير بس الرموز طالما غيرت الدلة والحدود والديق والديفرنشال مش هيتغير اي حاجة هيفضل القيمة برضو اسمها اي هيبقى التكامل الجديد من باي على الاثنين تحت لصفر فوق الكوزين اكس هتبقى كوزين تسعين ناقص واي كوزين تسعين نقص حاجة هذا الرابع الأول والتسعين بتقلب تقلب الحقيقة؟ يبقى صين صين اكس صين ايه صين واي هستنقل نقص حاجة لليه الواي كوزين تسعين نقص واي يساوي صين واي يبقى صين واي وفيه تربيع كده كده موجود طيب ودي اكس سنضع دي واي بس بالسالب السالب هذا نقضه ونقلب بالحدود بدلا من هي من بي على اثنين لصفره ستقفى من صفر بي على الى اثنين التكامل ده اسمه ايه اسمه ايه هيحصل حاجة لو امتم خلي دي اكس والله عزيم ما يحصل ايه حاجة اكينا غيرت اسم المتغير بس غيرت اسم الاكسس لكن التكامل هو هو لان التكامل ده المساحة تحت منحنة انت باسم منحنة اسمه اكس اسمه عماد اسمه ابراهيم هيديك نفس الاريا نفس الفاليو فكده ده التكامل اسمه اي واللي فوق اسمه اي برضو اجمع لتين على بعض انترى الاستاذ بقى في الكلام ده عملنا كتير قوي بجامع التكاملين ليه استبقا للأحداث لانه هيطلع لي سين سكوير زي كوزين سكوير جوه ده اللي ما عملته من الاول اصلا يبقى اتنين اي هتساوي تكامل من صفر الباي على الاتنين قدامها سين سكوير اكس زي كوزين سكوير اكس دي اكس طب دول بواحد تكامل واحد بيدي لك اكس عاوه باللي فون اصعوه باللي تحت يعني اتعاوه بباي على ناقص صفر يعني أنك باقي على أثنين. باقي على الأثنين. يبدأ الاي الواحدة تسوي كمه؟ ، تسوي باقي على الأربعة. من هذا الشكل؟ هي تكامل. هذه تكامل. إنه سين سكوير و تكامل كوزين سكوير. الاتنين يسوي باقي على الأربعة على فكرة. ولو فكرت فيها يعني سهلة. الكوزين سكوير، الكوزين شكلته عمل كمه? فمعلك كده. عندما تيجي ترباً هتلاقي كل السلاد تألف فوق. فهتلاقي شكلها تقريباً عامل حاجة كده هو مثلاً فكل ده هيتلع لك باية على الاربع والصين سكويل هيتلع لك نفس الكلام هتلاقي الصين كبريك كده فهتبقى باية على الاربع برنا أي شيء معالي كده خلصنا الفيديو ده وممكن تخش كده على والفريم ألفا هحاول اسمها ايه؟ اشتغلك منه كل فترة كده يعني تقول له انا عايز اعمل تكامل الموقع ده جماعة خطير انا لازم نعمل فيديو عنه في يوم الايام انا فيه سلسلة في دماغي جايز لا فيديوات بس اعملتقاش سلسلة عن المواقع يعني اقول لي انت مهتم ان شاء الله هعملها يعني في يوم المال المواقع منهم زي ده مثلا مسائل يحل لك مسائل فيزياء كيميا حاجات هندسية حاجات في علوم الارض في المتيريالز حاجة عظيمة يعني تقول له مثلا ايه؟ تقول له انا عايز اعمل تكامل محدد من اول صفر لبي على الاتنين اكتب له باي بدلا من نجيب الرمز يعني اكتبها كده وخلاص باي على الاتنين طيب وهنا اقول له ان عايز كوزين ويعمل رمز القص هيقام طالع يعمدي لك قص الوحده اقول له ان عايز كوزين تربيه وحطه تحت باي اكس والديفرينشال الانمنت بتاعنا اسمه اكس اقول له كومبيوت هيقول لك الناتق باي على الاربعة اللي هو ورسم لك الدل الوحده ومديلك كمان انك تحدد للنقطة عليها ولا تشوف اللي انت عايزه ويقول لك لحد اسمها ايه؟ لحد باي على الاتنين تقريبا اللي هي تقريبا واحد ونص وحتة واقصى ارتفاع تلعه اللي هو واحد لان كوزين تربيه الرينج بتاعها هو فالاريا اللي تلعت دي قمتها باي على الاربعة ومديك شوات حاجات تانية بقى لو انت عايز تتطلع ولو دفعت الفلوس ممكن تجيب حاجات اكتر واكتر وممكن تقول له هاتلي ستيب باي ستيب سوليوشن ساعتها بيطلب منك ايه؟ اه لما يديك ستيب باي ستيب ده هو حلاء هنا اناليتيكل فكها بالدبل الانجل وفي الاخر عودت فاهم الفكرة ايه؟ ويقول لك تو انلوك ذا فولت سوليوشن لو عايز الحل الكامل ادفع يا معالي جو برو ناو فمهم بس انت المجاني كفاية اصلا حلو جدا يعني كده خلصنا الدرس انت قابل الدرس الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنساش تقول لي رأيك عشان في اي حاجة جديدة او حاجة قديمة او انت مبسوط مش مبسوط عرفني في التعليقات وانا بقرأ كل تعليق ودعواتك والسلام عليكم